يعني كنت أصغر عازف سناً نضم للأوركسترا المصري فوقتها وكل طبعاً الناس اللي موجودين أكبر سناً منك البداية الانضمام للأوركسترا كأصغر عازف التجريبة دي شفتها إزاي؟ الحقيقة كنت مرعوب جداً يعني أنا كنت قاعد بين أسات زيتي كلهم لأنه كانت دكتورة يناس عبدايما اللي هي وزير الثقافة حالياً كانت قاعدة جنبي على طول وورايا أسات زيتي يعني كنت أنا شخص صغير جداً وكنت أول عمل الألعاب وكان عمل صعب جداً طبعاً كنت مرعوب في الأول وتعلمت منهم حاجات كتيرة جداً جداً وتعلمت من القاعدة اللي في الأوركسترا اللي قاعدت 18 سنة في الأوركسترا ودي أكتر حاجة علمتني لتأليف والتوزيع الأوركسترالي أكتر من الدراسة نفسها لأنه الواحد بيعرف مش بس الفكرة التوزيع والتلوين الأوركسترالي بتعمل ازاي إنما كل ما هو وراء الكواليس علاقة الموسيقين ببعض علاقة كتل الأوركسترا ببعض لأنه كل عازف لآلة بيبقى لي شخصية معينة فتلاقي عازفين اللي تشلوا ليهم شخصية كده مع بعض يعني حسب الآلة بتتغير شخصية العازف لا أبقى